موسيقى السلام عليكم مشاهدين الكرام و أهلا و مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث في هذه الحلقة نناقش أبعاد تمسك الدولي بإنجاح اتفاق الحديدة رغم أسباب العرقلة قال المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين جريفت أنه يتوقع انسحاب طرفي الحرب من مدينة الحديدة خلال أسابيع و أضاف جريفت في مقابلة مع وكالة روترز أنه تلقى يوم الأحد الماضي موافقة رسمية من الحكومة و من ميليشيا الحوثي على تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار إصرار دولي على ما يبدو لإنجاح ملف الحديدة من بين الملفات التي تم الاتفاق عليها في السوكولم في ديسمبر الماضي تمسك حوثي بالتفسير الذي يراه للاتفاق و مرونة من طرف الشرعية و موقف أممي يبعث على الاستغراب إزاء العراقل التي يتردد أو يرفض المبعوث الأممي الإفصاح عن المسؤول عنها في حلقة اليوم نناقش أبعاد و دلالات استمسك الدولي بإنجاح اتفاق الحديدة و الأسباب المحتملة لعدم تسمية الطرف في المعرقل من باب الشفافية المطلوبة للرأي العام المحلي و كذلك الدولي نشاهد سويا هذا التقرير و من ثم نبدأ النقاش انسحاب للقوات خلال أسابيع و استعداد للبحث في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق الحديدة مهلة مفتوحة وضعها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين غريفث في معرض حديث له عن تطورات الوضع الذي يهيمن عليه الجمود في مدينة الحديدة ففي أحدث مقابلة صحفية له أجرتها معه عبر الهاتف وكالة رويترز جاء حديث غريفث كعادته خاليا من التفاصيل فيما يتصل بطبيعة الانسحاب المرتقب للقوات المتقاتلة في الحديدة سوى أنه أوضح أن فرقا من آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة التي ستطلع بمهمة فحص السفن الرأسية في الموانئ باتت جاهزة للانتشار وأن مراقبين وموظفين آخرين من المنظمة سيدعمون سلطات الجمارك والموانئ لكن مصادر أوضحت لرويترز أن المرحلة الأولى ستشهد انسحاب قوات جماعة الحوث من موانئ المدينة وانسحاب القوات الموالية للحكومة من بعض المناطق على مشارفها وفي المرحلة الثانية سيسحب الطرفان قواتهما لمسافة 18 كم من المدينة كما سيتم سحب الأسلحة الثقيلة لمسافة 30 كم انسحاب كهذا كان مقررا أن يجري في السابع من شهر يناير الماضي لكنه توقف بسبب الخلاف على الجهة التي ستتولى إدارة المدينة وحينما سئل غريفث في المقابلة ذاتها عما إذا كان قد جرى حل المشكلة أوضح بأن لدى المنظمة الدولية أفكار بشأن سبل تسوية الأمر فيما يتعلق بقوات الأمن المحلية لكنه استدرك بأن ذلك سيعود إلى الأطراف الممثلة في لجنة تنسيق إعادة الانتشار برئاسة ريوليس جارد فيما يخص الحل غريفث أقر بأنه والفريق الأممي المعني بالحديدة يستهلكون قدرا كبيرا من الوقت بشأن هذه المدينة التي أكد أنها تمثل المدخل لتسوية شاملة ما يجعل الفشل في هذه المدينة ليس مطروحا كخيار لأن هدف الاتفاق الذي سيحل الصراع وسينهي هذه الحرب هو إعادة حكم اليمن إلى السياسيين وتمكين الشعب من تشكيل حكومة قابلة للمحاسبة وفقا لغريفث أربعة أشهر مضت على إنجاز تفاهمات السوكهولم ولم يتحقق منها شيء حتى الآن سوى أن المبعوث الأممي يبقي على باب الأمل مفتوحا على حل وشيك ومحتمل طال انتظاره في ظل مؤشرات جادة على أن طرفا على الأقل في معادلة الصراع كالحوتيين ليس مستعدا لتقديم تنازلات بحجم الانسحاب من آخر مدينة بقي تحت نفوذه على ساحل البحر الأحمر إذن مشاهدين نبدأ النقاش وينضم إلينا من القاهرة الباحث السياسي عصام أحمد سيد عصام مساء الخير مساء الخير والعافية عليك وعلى جميع المشاهدين بإذن الله تعالى أهلا بك سيد عصام يعني جريفث يتحدث عن قرب تنفيذ اتفاق الحديدة إلى أي مدى يمكن الثقة في تحقيق ذلك في ظل بقاء الأسباب هو تفاعل هو قدم إطاحة لمجلس العام وكان متفائلا كالعادة في الإحاطة التي قدمها لكن بدأ عليه في هذه المرة نوع من الحذب في الإبارات التي اختارها أثناء تلا وسيل لتلك الإحاطة فبدأ بذكر عندما تحدث عندما تبدأ ولم يكن متفائلا كما شابت أنه تم الاتفاق والتأكيد عليه فهذا النوع ربما من خلال التجارة السابقة التي مر بها جريفث ونحن نتمنى بأن يلمس المواطن الذي يعيش في الحديدة الاتفاق على الأرض الواقع نعم لكن الرجل أيضا خلال فترات سابقة كان دائما يبع القليل من التفاؤل في مسألة أن ينجز الاتفاق وبالتالي تمر الأيام ولا يتحقق شيء المرة المؤخرة عبر تصريحه في الويترز الرجل يتحدث بثقة كبيرة أنه خلال ثلاثة أسابيع سيتم حسم الموضوع أو ملف الحديدة بشكل كامل مع انسحاب القوات وأيضا في مرحلة أخرى انسحاب 18 كيلو على مشارف المدينة من الطرفين لكن بالنسبة للمقابلة التي أجراها على قناة العربية كان لم يحدد التواقف بالضبط فكان خلال لقائه ليس متفائلا بذلك الشكل بس هي المقابلة كانت أمس على وكالة رويترز يعني هذه التصريحات الأخيرة التي صدرت من الرجل فمن نسبة للتأكيدات من جميع الأطراف على وقف على تنفيذ اتفاق السويد في الحديدة نعم يجب أن نقرأ الموضوع من عدة جوايا على أرض الواقع الجوايا الأولى هل الحوتيين فاضقون هذه المرة في تنفيذ اتفاق السوكول هل الحكومة الشرقية مستعدة لأن تقدم بعض التنازلات لتنفيذ الاتفاق نعم هذه التساؤلات يجب أن نطرحها على الشارع يعني وتكون هذه التساؤلات هي موضع نقاشا أساسا نعم طيب يعني أنت بنظرك سيد عصام يعني من خلال منذ أن تم الاتفاق وحتى الآن يعني ونظرتك لكلا الطرفين في تعامل مع هذا الاتفاق هل تعتقد بأن ما صرح بغريفث مؤخرا عن قرب يعني حل ملف الحديدة بشكل نهائي هل بالفعل يعني تجد أن الأطراف هذه المرة يعني تحمل جدية كبيرة في حسم هذا الملف ربما تحمل ربما تحمل جدية في حل هذا الملف في حل هذا الملف بشكل نهائي لكن التصريحات التي نسمعها وكيل وزارة الإعلام للحكومة الشرعية يشرح بأن المبعوث الأممي يتعاطف مع الحوثيين الحوثيين يشرحون بأن المبعوث الأممي لا يخدم القضية فالمتضرر من هذا الموضوع هو الشعب نفسه أما المبعوث الأممي يعمل بطريقة دبلوماسية في محاولة فيمسك العصر من النفس حتى يتمكن من رب جميع الأطراف مع بعضها البعض فنتمنى أن نتيح لهذا الرجل الفرصة اللازمة من أجل أن يعمل وأن يحقص إنجازات على أرض الواقع بالنسبة للانتشار وحادث القوات هل الحكومة استفقت مع الحوثيين ما هي نوع القوات التي ستحل وتشرف على مجناء الحديدة وجمع المناطق المنفحة منها فما هذا التساؤل يجب أن نطرح أرزن كذلك الاتفاق من حيث المبدأ على تنفيذ الأحزاب السياسية التي طالبت المبعوث الأممي بالتشأن الأطراف المعرقلة وتحديد أسماء بالضبط المبعوث الأممي يشكل عليه ضغط كبير من قبل الأطراف كافة لحد الآن ما زال يمسك العفو تفضل نعم إذن سيد عصام تكرم بالبقاء معي وسنشرك معنا في النقاش سينضم إلينا من الهند الناشط السياسي عثمان عيداروس سيد عثمان مساء الخير مساء النور سيد عثمان تصريحات أخيرة للمبعوث الأممي مارتين جريفث حول قرب الانتهاء من تنفيذ اتفاق سوك هولم فيما يتعلق بملف الحديدة تحديدا هل أنت متفائل بتنفيذ هذا الاتفاق بموجب حقيقة المعطيات الموجودة والنتائج السابقة أعتقد بأن نسبة التفاء الضئيلة جدا السيد يا غريفث يريد أن يحقق أي انتصار أو نجاح يحسب له في حين فشل المبعوثين السابقين كما يعلم الإخوة المشاهدون المستمعون وكما تعلم أنت ولذلك من خلال التقارب السابقة والحالية الآن منذ أن تم اتفاقيات أو تفاهمات استوكوهول إلى يومنا هذا مرت العديد من الأشهر ولم تبدي الميليشيات الإنقلابية أي تقاوب أو تعاون أو حتى بوادر نحو تحقيق تلك الاتفاقيات أو التفاهمات نعم الفترة الزمنية سيد عثمان منذ أن تم الاتفاق وحتى الآن هل تعتبر دليل على أن هذا الاتفاق قد ذهب في طريق الفشل أعتقد أخي الاتفاق هذا سيكتب له النجح في حالة واحدة إن تم مراعاة رغبات القوى الإنقلابية والضغط من قبل الدول الراعية للعملية السياسية أو دول العشرين على الحكومة الشرعية أو على دول التحالف ففي هذا الحالة الوحيدة الذي سيكتب له هذا الاتفاق النجاح ما سوى ذلك وما يسعره غريفيت منذ البداية بكون الاتفاق مبهم وغير واضح وكل طرف فسره بالطريقة الذي هو يريده ما سوى ذلك لن يتم إلا في هذه الحالة أن ينفذ رغبات هؤلاء الانقلابين لا يوجد خيار إلا التحرير إلا بعاد هؤلاء القوى الانقلابية الجانب السياسي للقوى الشرعية حقيقة أعتقد ليس القرار بيدها والدليل على ذلك أن هذه التفاهمات للسوكو هولم الذي تمت في السويد في نهاية 2018 أجبره وردخه على التوقيع لهذه التفاهمات أنا أعتبر أنه لم يتم التوقيع على أشياء واضحة جدا وكل طرف خرق يفسرها لنفسه فبالتالي القوى الانقلابية المدعومة من قبل المجتمع الغربي أو قوى عظمى لمبررات وأشياء خاصة بها هي من تدعم تلك القوى وهي من تقف بصفها وغريفة يسعى إلى مسك العصر من المنتصف لكن هو يميل ميلا كليا إلى القوى الانقلابية وسيسعى إلى القانب الرسمي أو القانب الشرعي إلى تحقيق ضغوطات دولية عليهم لإقناعهم بأي نتائج أو أي حلول يتوصل لها مستقبلا حتى وإن كانت ليست لصالحة الشرعية نعم إلا تكرم بالبقاء معي سيد عثمان وأعود لضيفي من القاهرة الباحث السياسي عصام أحمد سيد عصام نتسأل هنا لماذا الاهتمام بالحديدة من بين الملفات المتفق عليها في السوك هولم هناك تركيز غير طبيعي فيما يتعلق بالحديدة تحديدا المسبة الحديدة هي المفتاح لوقف الحرب في اليمن الاهتمام بالملف الحديدة بشكل خاص هو المفتاح لوقف الحرب في اليمن وهو المفتاح الحقيقي لصدق النواية بين الأطراف المتناجعة كما يسميها المضعوثة الأمم وهذه من ضمن المهنزامات التي قدمتها الحكومة الشرعية بحيث أنها سمحت للمضعوثة الأمم يعني يدرج اسمها كطرف نزاع وليس كحكومة شرعية مع ترفيا دوليا وهي صاحبة القرار بما يخص الشعب اليمني نعم هل تتفق مع رؤية المبعوثة الأمم في مسألة أنه إذا حل ملف الحديدة سيكون الأمر مفتاح لحل الكثير من المشاكل وإنهاء الحرب بشكل كامل هو المفتاح الأساسي ومفتاح صدق النوايا لوقت الحرب هذه من وجهة نظري أما بالنسبة للاهتمام الدولي ميناء الحديدة هو يعتبر من أهم الموانئ في جمهوري اليمنية وتقريبا في حدود 70% من واردات البضايع والمواد التجارية لليمن تأتي عبر ميناء الحديدة توقف النشاط التجاري في ميناء الحديدة أثر سلبا في الاتصاد اليمني وأثر سلبا في توفير الغذاء للشعب اليمن فالملف الحديدة من أهم الملفات الحالية ويجب على الحكومة الشرعية أن تستمر في الضغط على الأمم المتحدة ودول التحالف من أجل وضع حل نهائي للفديدة الفديدة هي الهدف والأساس لوقف الحرب في اليمن نعم إذن وضحت الصورة أشكرك جزيل الشكر للبحث السياسي عصام أحمد كنت معنا من القاهرة وأعود لضيفي من الهند سيد عثمان عيدروس سيد عثمان هنا نتسأل أيضا لماذا الاهتمام بالحديدة تحديدا بعيدا عن بقية الملفات التي فقط تم الاتفاق عليها في سوك هولم وهناك ملفات أخرى أيضا لم يتم تطرق لها ولكن تم التركيز فقط على الحديدة بشكل أساسي أعتقد لأن الكثافة البشرية للتعداد السكاني للجمهورية اليمنية تتركز كلها في المناطق الخاضعة تحت سيطرة الحوثيين والمنفذ الوحيد لهم هو ميناء الحديدة كما تعرف ميناء عدن أو المخى أو المكلة أصبح بيد الشرعية فبالتالي تحترم مبرر القانب الإنساني والإحتياجات الإنسانية وما تمر به من خلال أزمة الحرب والإنقلاب التي هي حاصلة أصبح مبررا تحت هذا القانب الإنساني مبررات صادقة أم أنها ذرائع بس سيد عثمان هي هي ذرائع ذرائع وهي كجانب إعلامي وإنساني وكمبررات تصوق أمام المجتمع الدولي والعالمي تحت هذا الغطاء ولكن هي بالمقابل عملية إنقاذ لهذه القوة الإنقلابية عملية وضع لهم شريان حياء أساسي حتى تستمر لأن لمصلحة المجتمع الغربي أو طاحبة القرار أن تستمر مثل هذه الميليشيات وأن تتواجد وأن تضل حتى تستطيع أن تحقق أهدافها سواء أهدافها التجارية أو أهدافها السياسية أو أهدافها اللوجستية وما إلى ذلك كمبررات لها فبالتالي يأتي هنا الاهتمام بملف الحديدة ليس حبا في أهلها وليس حبا في وليس تعاطفا عن معاناتها وليس ما إلى ذلك ولكن مثل ما ذكرته لك قبل قليل يا أخي لكن سيد عثمان لو أتينا للأسباب التي رغم التفاعل الذي يظهره المبعوث الأممي ما هي الأسباب التي قد تمنع تنفيذ هذا التفاؤل الذي طرحه أو الذي يبديه المبعوث الأممي النقطة الأساسية التي يتم عليها الاختلاف في ملف الحديدة أعتقد الطرفين لا إشكالية لديهم في مسألة إبعاد القوات سواء القوات المشتركة من شرق مدينة الحديدة أو القوات الإنقلابية من الموآن الموجودة في الحديدة سواء الصليف أو رأس عيسى أو ميناء الحديدة لكن النقطة الجوهرية القوات التي ستتولى عملية إدارة إدارة الأمر في تلك المناطق أو في المدينة هنا يأتي الخلاف والذي لن يتنازل عنها الحوثين أو القوى الإنقلابية إلا في حالة إذا مورس الضغوطات كبيرة وشديدة على دولة التحالف للرضوخ لهذا الشيء فإنه في هذه الحالة ستتم عملية نجاح هذا الاتفاق ما سوى ذلك أتأكد مني وأخذ الخبر مني لأنه إلى يوم من هذا وما زالت القذائف وما زالت الاشتباكات وما زالت الصواريخ وما زالت القتلى من المدنيين وما زالت المعامة مستمرة إلى يوم من هذا وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه منذ نهاية عام 2018 لم يطبق منه شيئا واحدا ويومين تستمر مثل هذه الاشتباكات والاختراقات بشكل دائم نعم لكن سيد عثمان يعني لماذا يبدو أبناء الحديدة وكأنهم يعني غير مهتمين بالضغط على المبعوث الأممي للفت الانتباه لمعاناتهم الإنسانية اليومية خصوصا يعني في جنوب الحديدة كالتحيط وحيس هذه المديريتين المحررة التحيط وحيس أو الدريم حتى أضيف لها الذي تسمى وتعرف بإسم التحرير الناقص أعتقد بأن ذلك المسؤولية فيها بالدرجة الأولى على السلطة المحلية ويقب على السلطة المحلية أن تتعامل بكل وضوح مع المؤسسة الرئاسة ومع البعثات الدولية وتعلن ما هو الذي يحاصل وتناشد وحتى لو أعلن أن تلك المناطق مناطق منكوبة لحقيقة وهي فعلا مناطق منكوبة بكل ما تحمل الكلمة من معنى لا أمن لا أمان لا خدمات الموت يحصدهم الحصار من كل جنب ومن كل اتقاه أصبح الناس هؤلاء يلعنون عملية التحرير المنقص الذي تم خلال الفترة الماضية فبالتالي يا أخي مثل مثل هذه الأشياء لا نستطيع أن نقول على أبناء الحديدة أو كذا لأنهم في الأول وفي الآخرين كما تعرف أن التركيب موجود الإنسان التهامي بالفترة مسالم ولم يكن يوم من الأيام صاحب السلاح الذي يفضل رأيه بالقوة وفي حين لو تسنى له ذلك لن طبقه ولكان أغير من المعادل على الأرض بصورة دائمة نعم لكن سيد عثمان هنا فقط نقطة أخيرة يعني بنظرك ما الذي تتوقعه لاتفاق ستوك هولم خلال الأيام القادمة أتوقع أنه ستكون هناك مفاقعات وضغوطات دولية على دول التحالف بالدرجة الأولى وأن يتوصل إلى تسوية ستكون لصالح الحوثيين حتى ترضخ عليها الشرعية ودول التحالف لذلك نعم إذن وضح ما سوى ذلك لن يتم شيء إذا لم تتم هذه الضغوطات التسوية لن يتم هي شيء وسيفشل هذا الاتفاق نعم إذن أشكرك جزيل الشكر الناشطة سياسي عثمان عيدروس كنت معنا من الهند ومشاهدين بهذا القدر نكتفي ونصل إلى ختام حلقة الليلة أشكر ضيفي أيضا كان معنا من القاهرة الباحث السياسي عصام أحمد وفي الختام تقبلوا تحياتي واتحيات منتج هذه الحلقة الزميل وديع عطا وهي أيضا من جميع أفراط أقام العمل حتى نلتقيكم في حلقة قادمة نترككم في رعاة الله اشتركوا في القناة